نجح العراق في تجاوز المطب الذي كان الكثير من أعدائه يتمنون أن يقع فيها ونجح سياسيه بحيثتهم ووقوفهم وراء حكمة المرجعية في تفويت فرصة التشردم الذي كان يراهن عليها من لا يريدون خيرا بالعراق فتمكنا ساسة العراق من وئد نار الفتنة في مهدها وأعادوا الألفة بأسرع وقت ممكن ووقفوا جنبا إلى جنب وأن رئيس الوزراء المتهية ولايته دعمه لرئيس الحكومة الجديدة كما أعلن سحبه الدعوة القضائية ضد رئيس الجمهورية فيما باركت المرجعية هذا التوافق ودعت الجميع للوقوف خلف رئيس الحكومة المكلف والتعاون معه في تشكيل الحكومة وذلك لمعالجة الأخطاء السابقة والاستفادة القصوى من الترحيب الإقليمي والدولي النادر بتكليف العبادي بما من شأنه أن يسهم في إخراج العراق من الوضع الحالي إلى وضع يتمتع خلاله بمزيد من الأمن والاستقرار ويتمكن من دحر داعش وغيره ممن يريدون بالعراق سوءا أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي أن برنامجه الحكومي سوف يتركز على مكافحة الفساد المالي والإدارية وأوضح العبادي في بيان أن البرنامج سيتضمن أيضا معالجة ملفات الأمن والسياسة والاقتصاد والعلاقات الخارجية داعيا العراقيين إلى الوحدة في مواجهة التحديات الخطيرة ديان العبادي جاء بعد أيام من تكليفي من قبل الرئيس العراقي الجديد فؤاد معصوم واستطرحيب دولي ومحلي بهذا التكليف بدوره دع المرجع الأعلى في العراق آية الله السيد علي السستاني الكتل السياسية في مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتها والتعاون مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي وأكد ممثل السيد السستاني في كربلا السيد أحمد الصافي في خطبة صلاة الجمعة اليوم التي أقيمت بالصحن الحسينية أكد على أهمية تشكيل حكومة كفوءة وقوية تمتلك برنامجا واضحا لمعالجة الأخطاء وعلى ضرورة مكافحة الفساد الإداري والمالي وأن يكون ذلك من أولويات الحكومة المقبلة إننا ندعو الكتل السياسية في مجلس النواب إلى أن يكونوا على مستوى مسؤوليتهم التأريخية في هذا الظرف العصيب فيتعاون مع السيد رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة قوية وكفوءة تمتلك برنامجا واضحا لمعالجة الأخطاء السابقة من جهته أعلن رئيس الوزراء العراقي منتهي ولاياته نور المالكي تنازله عن منصب رئيس الوزراء لصالح رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي وأنفى المالكي في كلمة تلفزيونية بحضور العبادي وأعضاء اتلاف دولة القانون تشبثه بالسلطة وقال إن طلبه الذي رفعه للمحكمة الاتحادية ضد رئيس العراقي بتهمة خرق الدستور ليس من باب التشبث بالسلطة وإنما من باب المطالبة بالحق الذي يكفره القانون مشيرا إلى أنه ارتأى أن مصلحة البلاد تحتم عليه التراجع عن هذه الدعوة وأنه سيدعم العبادي وأعلن تنازله عن الدعوة أعلن أمامكم اليوم ولتسهيل سير العملية السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة سحب ترشيحي لصالح الأخ الدكتور حيدر العبادي وكل ما يترتب على ذلك حفاظا على المصالح العليا للبلاد وسأبقى جنديا مقاتلا مدافعا عن العراق وشعبه وسندا لمن ينهض بأعباء المسئولية والأمانة ميدانيا قام عناصر داعش بنصف مسجد ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة وأحرقوا قرية في الضواحي الشمالية للناحية بعد قتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة بدوره أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الحصار الذي يضربه مسلح داعش على جبل سنجار شمال العراق قد قسر وأكد أن الولايات المتحدة مستمرة في توجيه الدربات الجوية لحماية المنشآت الأمريكية في العراق من جهة متفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تسليح أكراد العراق لمواجهة مسلحي تنظيم داعش يأتي ذلك في وقت يصوت مجلس الأمن الدولي على قرار يقتضي فرض عقوبات ضد المسلحين المتشددين المسؤولين عن زعزعة الاستقرار في كل من العراق وسوريا